السؤال الثالث انطلقت طائرة مروحية للقيام بعملية إنقاذ المتزلج على الجبال عند وصول الطائرة إلى مكان المتزلج قامت بإنزال سلك لكي يتعلق به وتقوم بسحبه يعني راح الطيارة بدأت تعمل عملية إنقاذ بالجبال فقط وصلت وتوقف الطائرة المروحية إلى الهلوكابتر وتوقف السماء وهي وقفة نزلت سلك حديث لحتى تسحب المتزلج كتلة المتزلج قام بتساوي 80 كيلو جرام أول شغلة لديها هذا حل السؤال الثالث أول معطى معنا هي إن كتلة المتزلج هي 80 كيلو جرام المعطة الثانية سيكون لديها دعونا نشوف ونكفي بعد أن قام المتزلج بتعليق نفسه بالسلك بدأت الطائرة بسحب السلك بسرعة ثابتة وذلك الارتفاع H تساوي 5 متر الارتفاع الذي تسحبه فيه الطيارة هو 5 متر يعني من مطرح موجود الطيارة الفرق بين الطيارة والمتزلج 5 متر وقالي السرعة V تساوي قيمة ثابتة يعني نحن هاي الشي بدلني إنه عنا حركة مستقيمة موحدة طيب صار عنا هالما طيب عم بيقلي يطبق السلك على المتزلج قوة زاد قيمة F عنا قوة F عم تتطبع على المتزلج هلا نشوف أول طلب عم بيقلي أعطي معادلة الشغل للقوة F طيب واحد معادلة الشغل للقوة F قبل ما نعطي معادلة الشغل نحن نعمل تصور للحدث الذي يحدث عندي نحن نعتبر هاي هي طائرة نزلت سلك بهذا الشكل وعندنا هذا المتزلج هون تحت بدأت تسحبه بهذا الاتجاه القوة F ستكون بهذا الاتجاه يعني نفس الاتجاه نفس الاتجاه للحركة هلا بعد ما عرفنا الاتجاهان اللي عنا إياهم صرنا بنقدر نحط معادلة الشغل للقوة F W للأف على المصار رح نسميها هاي النقطة رح نسميها A وهي النقطة رح نسميها B يعني رح ينطلق المتزلج من النقطة A لو يوصل للمروحية بالنقطة B على المصار AB بتساوي قيمة الأف ضرب AB ضرب الcos للزاوية اللي بيناتهم بما أنهم بنفس الاتجاه فالزاوية اللي بيناتهم ما رح يكون في زاوية بيناتهم رح تكون صفر يعني المعادلة صارت W للأف على الأي بي بتساوي الأف هون الأي بي هي عبارة عن الارتفاع اللي بدينا نسحبه فيه اللي هو الاتج خمسة أف ضرب خمسة ضرب الكوساين للسفر هي واحد يعني بيطلع عنا شغل القوة أف على المصار AB بيساوي خمسة ضرب أف هاي معادلة الشغل خلا نشوف الطلب الثاني اللي عنا إياه ما هي العلاقة بين القوة F وقوة الوزن W هاي القوة F بهذا الاتجاه أما قوة الوزن W ستكون بهذا الشكل الوزن T نحن نتحدث عن متزلج ستكون بهذا الاتجاه هاي قوتان بعكس بعض متعكستان وقالي يسحب بسرعة ثابتة نقول له السرعة ثابتة هالشيء معناته أنه التسارع معدوم أو A تساوي صفر هاما نرجع شوية لحتى نجيب علاقة بين قوتين من الأفضل أن نستعمل قانون نيوتون الثاني شو بيقول لي قانون نيوتون الثاني؟ بيقول لي مجموعة القوة الخارجية اللي بتأثر على الجسم بتساوي كتلة تعاية الجسم ضرب التسارع يتساوي الكتلة ضرب التسارع طيب رح نجي نحط القوة الخارجية اللي هنه W زائد كتلة ضرب التسارع بما أن كتلة ضرب التسارع صفر رح يطلع عندي هون صفر هلأ بدي أعمل إسقاط على المحور العامودي رح يعتبره ال Y رح يعتبره اتجاه الموجب لفوق للسلف لتحت بدي أعمل إسقاط لل W و F ال W ال F موازي للمحور Y أو رح بلج بال W ال W موازي لمحور Y بس باتجاه معاكس يعني بتطلع الإسقاط الى ناقص W رح نعمل إلنا إسقاط على محور الحركة Y تطلع ناقص W ال F موازي للمحور Y وبنفس الاتجاه تطلع زائد F بتساوي صفر هلأ من هون صار في يقول انه F بتساوي W هاي العلاقة بين قوة الوزن و قوة والقوة اللي يسحب فيها الجسم F هذا الطلب الثاني الطلب الثالث عم بيقلي احسب قيمة الشغل للقوة F هلأ من بعد ما جبنا المعادلة صار فيه احسب قيمة الشغل و اعطيني معطا انه G بتساوي 9.81 متر بالثانية مربع بيجي بقليه من الثلاثة قلنا شغل القوة F على المسار AB بتساوي 5 ضرب القوة F ضرب قيمة القوة F يعني شغل القوة F على المسار AB بتساوي 5 ضرب بدل قوة F فيها حط القوة قوة الوزن W يعني صار عندنا هون صار فيه يقول انه شغل القوة F على AB بتساوي 5 ضرب بدل الو عندنا الو بتساوي الكتلة ضرب سابت الجاذبية يعني M times G يعني ضرب M ضرب G يعني صار فيه عند الشغل F على المسار AB بتساوي 5 ضرب كتلة المتزلج هي 80 ضرب سابت الجاذبية لنا عطاني هي 9.81 هلا بيطلع عنا الشغل للقوة F على المسار AB هو ضرب هون يعني 5 ضرب 8 ضرب 9.81 بيطلع عنا الجواب هو 3924 3.924 اكيد لازم ننسى وحدة القياس هي جول هذا حل السؤال الثالث